اشتركوا في القناة العائلة وبعد الصلاة عليها وطبعا احنا عارفين ان الفنانة سهير البابلي توفت بعد معاناة مع المرض وكان اللحظات الاخيرة للفنانة سهير البابلي حكيتها ابنتها نيفين النقوري وقالت ان اللحظات الاخيرة لولدتها قالت هي كانت نايمة في اللحظات الاخيرة وبتردد لا اله الا الله محمدا رسول الله وعلى وشها راضي ومتصالح مع نفسه حالة من السلام الوجدان وحالها قبل وفاتها كانت زي حد بيبص لحبيبه بيقول انا ماشي حبوا بعض وخلي بالكم من بعض وحبوا بلدكم ونسكم وهي كانت بتبص بعنيها وبتقول كل الرسائل الحلوة دي وبعدين اتشهدت كتير وكانت بتقولها بحب مش بخوف وسبحان الله رحلت في سلام وتركت بصمة جميلة بصمة وطنية وانسانية قالت نيفين النكوري ان والدتها سهير البابلي اكتر حاجة كانت بتضيقها ان انسان يجذب عليها او يجملها او ينفقها وقالت ان والدتها جواها سلام دايما وحب لكل اللي حواليها والفنانة اه سعاد يونس اه وجهت رسالة ونعي لكل الشعب المصري وقالت ان الفنانة اه سهير البابلي اتوفت اه وهي خارج مصر وكتبت على حسابها على الانستجرام قالت ان لله وان اليه راجعون تلقيت الخبر الحزين وانا خارج البلاد فرقتني حبيبتي وعشرة عمري ورفيكة ايامي واستستي سهير البابلي محاولات مستميتة للعودة الى مصر حتى اكون في ودعها واسأل اللهم اللطف يا ارحم الراحمين وعزائي الوحيد اني اجد مكان فارغ في اول طائرة الى مصر حتى اودع صديقتي واختي وحبيبتي الفنانة القديرة سهير البابلي ونعى نجوم كتير جدا الفنانة سهير البابلي وذكروا كل المواقف الحلوة اللي كانت بتجمعهم مع الفنانة سهير البابلي وكمان الفنان احمد بدير ذكر وقال انها صحبة الفضل بعد ربنا على شهرته وعلى استمراره في التمثيل والفنانة سهير البابلي ليها مواقف كتير جدا بان محبيها وجمهورها واخر رسالة كانت وجهتها لجمهورها بسبب الكورونا وكانت وجهتها باسلوب راكي وجميين الله عز وجل لان يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر